سلامة وصفتي اليوم هي وصفة سبيسيال و برشا نتيحبوها وهي الماكارون برشا منكم يقولوا صعيب الصنا متاع الماكارون يعني زادة كيفكم جربت اكثر من 100 رسيت و كل مرة ملفور تمشي دريكت للبوبين اما تولقيت زوز وصفات ناشحين على الاخر مجربتهم اكثر من مرة والسر باش نتحصلوا على ماكارون ناجح كيف اللي نشريو لازم المقدير تكون مضبوطة قد قد و باش نوريكم الوصفة في الفيديو هذا وصفة برك والوصفة ثانية باش نوريها لكم في فيديو اخر واحده حتى الكريم الي نحشيو بيها الماكارون باش نعملهم في فيديوهات واحدهم و الوصفة هذيه اللي استعملتها اليوم خذيتها مع عند الاخت مونيا عندها كنال على اليوتيوب زادة اسمها ميت بالبيت نحوط لكم في البودة نفو اللينك متاحها وهي طوما نطولش عليكم خلينا نشوفوا بالضبط كيفاش باش نعملوا الماكارون مبعضنا الماكارون بتاعنا باش نعملوها على ثلاثة مراحل المراحلة الاولى اللي هي المرانج باش نستحقوا 55 جرام ابيض عظم مافيش حتى نكتة صفرة اذا طابت حتى نكتة من الاصفر العظم يفسد المرانج ومايطلع الكوبش و 35 جرام سكر عادي سكر كريستال باش نخلطوهم مع بعضهم من بعد باش نستحقوا سكر سيروم متاع السكر باش نستحقوا 120 جرام سكر كيف كيف عادي و 40 مليلتر ما و الخليط الثالث باش نعملو الخليط متاع اللوز اللي هو 150 جرام سكر مرحي بودر و 150 جرام لوز مرحي بودر زيدي يكون و لازم نصفيوهم ثلاثة اربع مرات على قدمة نجمو بصفية جوية و 50 جرام ابيض عظم نبدأ مع بعضنا الهنين باش نحط ابيض العظم متاع المرانج ورشة ملح و باش نركزهم شوية الدوبة يولي فما رغوة في الابيض باش نحط بالسكر بشوية 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 كيف متشوفو باش نحط بشوية بشوية السكر الهنة كان حبيتو تحطو شوية فانيت نجمو ولا اي جو تحبو تعملو بيها المراك المهم متكونش ليكيد متكونش سايلة الهنة كيف متشوفو تطلع ابيض العظم لازم يطلع ابيض العظم بالقديد بالقديد تركزو 10 ا 15 دقيقة 20 دقيقة حتى لين يطلع كما تشوفو لازم يشد الفورمة اللي باش تحطو فيها كما تشوفو الهنة عنا المرانج واقف بالقديد وعنا شديد الفورمة متاع المنقار كما يقولو لازم الفورمة هذيات متطيحش بالكل باش يطلع مرانج باهي وليهنة باش نعملو الخليط متاع اللوز كما تشوفو اللوز لازم يتغربل ثلاثة اربع مرات هو والسكر لمحور باش ما تقعد فيه حتى كعب ورق ورغم لي غربلته قدش من مرر كما تشوفو فيه مازال شوية كعابر مي باش نحاول نحلهم بالويسك مبعد باش نخلط السكر واللوز نحاول نحل في الكعابر لماكسيموم بالويسك باش نزيد عليه السكر لمحور ونخلطهم بالقدامة بعضهم باش نزيد عليهم ابيض العظام لنخلطهم حتى تولينا عجينة شوية سايدة مش بارشمية لسانسية يتخلطوك ها المقادير متعنا لازم توزنوهم بالميزين بالضبط سينو ما يطلع لكمش الماكران باي بيان سيرو نكونو ساخنا الفور على مية درجة نار بسيطة معناها مش قوية بالكل نار خفيفة على الاخر ولي ما عندو الفور اللي بالمروحة من الاحسن نحطوه على المروحة ولي ما عندوش يستعمل النار الهادية او طا نار عندو لاني باش نعملو السيرو بتاع السكر باش نحطو 40 مللي لتر بتاع الماء باش نزيدوها السكر باش نزيدوها السكر هركو شوية باش ما يتحرقناش السكر من اللوطة خاطر ما فيماش برشة ماء في الخليط وباش نخليوها تغلي دوبة هز الغلوة اللي يعدو الترمومتر متاع السكر نازم توصل الى 120 درجة وديريك تتوقف عليها اللي ما عندوشها باش نعديكم طريقة كيفاش باش توصلوا بيها الحرارة اللي حاجتنا بيها اللي هي 120 درجة دوبة لاش يغلي باش ناخدو صحفة صغيرة فيها ماء ماء بارد بتاو تشوفوا كيفاش باش نقطرو بالمغرفة كل مرة بشوية بشوية من خليط متاع السكر في الماء واذا ولاة اذا كتمسوها ودوب في وسط الماء راهي ما زالت اذا تمسوها وتدوها كعبورة بين يديكم يعني كورة كورة تسكر بين يديكم راهو سايدة توقف عليها كما تشوفوها باش نعريكم بالضبط كيفاش لها نذابت لي ملقيتها ايش اما قريب نوصلو ذابت لها نلقيتها بتاو نوريكم بعد شفت كيفاش كعبورة بين يديا باش نعود نوريها لكم نقطرو شوية من السكر في الماء البارد اذا وليت كعبورة وتمسوها دونك سايي وهذا تحصلنا على مية وعشرين درجة بحرارة السكر والي عنده ترموميتر هاد اسهل له الخدمة لاني باش نحاود ونخلطوا المورنجة بتاعنا باش نصبوا عليه بشوية بشوية السكر خاطروا سخون برشا ورد بالكم راهو سخون على الاخر ونخلطوا بالقوي باش ما يجبناش في بلاصة برك والسكر هادا هو السر متاع الماكارون الناجح في الوصفة هادية اذا ما عملتوش السكر كي ما يلزم ما تطلع لكمش الوصفة جملة نخلطوه بالجداء بالجداء حتى عشرة خمستاشن دقيقة والهنا باش نلون ايني شوية المورنج بتاعين حبيت الماكارون يكون ملون اما ردو بالكم تستعملوا الالوان الليكيد الالوان السائلة راكم تفزدو الخليط الكل على خاطر شوية ما في وص الماكارون يفسد ما الاحسن الالوان الجيل ولا الالوان البودر ولهنا باش نخلطو بشوية بشوية المورنج بتاعنا مع اللوز وبشوية بشوية بشوية باش ما تخرجوش الهواء اللي حطيناه اللي دخلناه للمورنج خاطر ما لازموش يكون سايل اذا سايل تفزدو لكم زادا بشوية بشوية من اللوطة نغرفوها وندخلوها في الوسط كي ما تشوفوا لهنا يعني شوية اجريسيف اما حاولو بشوية بشوية حتى نخلطو المورنج الكل ونعملوه على ثلاثة اربع مرات كل مرة نحطو شوية ونخلطوها بسياسة كان يتيب بتاع الفيديو زادا اليوم مش بها برشا اما لخاطة الفيديو قديم وحبيتناها بطهولكم كي ما تشوفو لازم يكون كي تهزو بس باتورولة بالمغرفة المورنج يهبط وليزم تكون فما لمعة في وسط الخليط اذا تحسوه مازال مت مازال ما هي المعاش تحسوه جابت شوية اذا كمازال يزيدو خلطوه بشوية بشوية حتى يولي لكم مش سايل لكيد برشا المهم يهبط بسهولة يعني من المسباتول والهنا يعني عندي السيليكون متاع الماكارون اني الحقيقة ما عايش بتنيش الاحسن تعملو على بابيه متاع الزبدة ورق الزبدة عادي تحاولو كان تحبو تطورو دور باش جيكم الماكارون قط قد ولا بالعين تعملو ما عايش نعمل ايني الحقيقة على الواحدة على السيليكون متاع الماكارون على خطر تخليه ما يطيبش من داخل بالكداء ويلسق زيادا من الاحسن تعملوه على ورق الزبدة بابيه كويس نحاولو نعملو مقط قد ونحاولو نشدو اللقمع في الوسط ايني قاعدا ندور مبلبز شوية ما تجينيش مستوية برشا نحاولو نشدو اللقمع في الوسط وننزلو حتى تاخذو الشكل الكبرى اللي حاشتكم بيه وتقيموها بشوية في الفيديو الثاني تتشوفوها اوضح لحكاية والهده مهم برشا انكم بتعملو ثلاثة اربعة ضربات للطبق حتى اكثر على قدمة نجموهم باش يخرج الهوائي في الماكارون الكل تنوم بعد يطلعلكم فيه نقب يعني هواي متعلى هواي كيما قلت لكم تساخنوا الفورة على 100 درجة النار هادي على الاخر وتدخلو الماكارون بتاعنا من بين 15-25 دقيقة حتى 30 دقيقة يا اخو مش مشكل المهم ما يتبدلش لونه من الفوق كيما تشوفو لهنا الماكارون بتاعي يحضر كيما شفتو ملوطة يطلع ليس يعني رتبة على الاخر ملفوق شوية الساق هذيك اللي مخرفش بتاعو بنين برشا واصفة ناشحة مجربة كيما تشوفو ولانا كيما تشوفو من داخلي يطلع بنين وخفيف هاشوش مرة اخرى في الفيديو اخر طالو اريكم كيفاش باش نعملو الحشوات بتاع الماكارون خاطرهما برشا حشوات نجمو تعملو اي حاجة حتى نوتلا كهوت نجمو تدهنوه بشوية نوتلا وكلوه بنين ان شاء الله تعجبكم وصف تمتاع اليوم ان شاء الله تجربوها وان شاء الله تجي معاكم ناشحة وانقلكم بسلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة